يشكل بعض الناس على الشيعة على أن الجزع مقروه فلماذا تجزعون على أئمة أهل البيت وبالخصوص الإمام الحسين عليه السلام دعونا أولا نعرف ما معنى الجزع الجزع في اللغة إظهار الحزن والكدر وعدم الصبر وفي رواية عن جابر أنه سأل الإمام الباقر عن الجزع فقال عليه السلام أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي حرم العامة الجزع مطلقا على الرغم من وجود بعض الروايات في كتبهم تشير إلى الجزع فقد ورد أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله عقر عمر ما تقله رجلاه فهوى إلى الأرض وعن عائشة في مسند أحمد أنها قالت مات رسول الله وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي وقول عائشة ألتدم مع النساء ظاهر في أن بعض النساء الصحابيات كنا يلطمن على رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لا يمكن أن يقال أن نساء الكفار كنا يلطمن وجوههن أو صدورهن على رسول الله صلى الله عليه وآله أما الخاصة فقد اختلفت روايات الجزع بمضامينها فمنها ما هو عام أي لعامة المسلمين ومنها ما هو خاص الذي يتعلق بأهل البيت عليهم السلام لذلك نجد روايات عامة بكراهة الجزع ولكن في المقابل نجد روايات خاصة تستثني الجزع على أهل البيت عليهم السلام وبالخصوص على الإمام الحسين عليه السلام وهذا الاستثناء هو لأن أهل بيت النبوة عليهم السلام متصلين بالله تعالى وأي شيء يرتبط بهم فهو يرتبط بالله عز وجل ومن الروايات التي تشير إلى هذا الاستثناء قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصبر لجميل إلا عنك وإن الجزع لقبيح إلا عليك وعن أبي عبد الله عليه السلام قال البكاؤون خمسة آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين عليه السلام فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى قيل له طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل فصالحهم على واحد منهما وأما فاطمة فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها قد آذيتنا بكثرة بكائك وكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف وأما علي بن الحسين عليه السلام فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولا له جعلت في داك إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين قال إنما أشك بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبره